اليوم القراءة العاطفية لبرج الجوزان فإذا كنت مشترك جديد معنا في القناة أرجو أنك تضغط زر الاشتراك وتفعل جر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة فخلينا نشوف أخبارك إيه وأخبار للحبيب إيه والأمور العاطفية بالشهر دان برج الجوزاء فنحن مش هنشوف الحبيب فقط نحن نشوفك إنزا كذلك تحاسس بإيه وأحوالك إيه وأحوالكم انتو اللي تنين واضح يا برج الجوزاء إنه في زعل جامد بينك وبين الحبيب لإني بشوفك متضايقة كتير واخد جنب ومنعزل الحبيب متباعد واخد جنب ولكن هو بيحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه أو بيحب العلاقات المتعددة أو في طرف ثالث بينكم لإنه هو حاليا مختفي تماما وفي نوع من الحركات من تحت لتحت يمكن تكون أنت بتتعامل مع شخص فنان أو ممكن تتعامل بتكون بتتعامل مع شخص روحاني لإني بشوفه هو حاليا رافض العلاقة معاك بصراحة ومش عاوز يتكلم معاك وطالع من العلاقة هو طالع من العلاقة وفاتح ألبه للحياة لإنه هو في الحقيقة زعلان قوي بس هو عنده مشاعر تجاهك مشاعر قوية وبيفكر فيك بس هو زعلان وطالع من العلاقة دي ومشي فجايز يكون في بينكم نوع من أنواع الخداء فحقيقة أنا بشوف أنه الشخص ده يعني مو مش مخاذع يعني كأنه كان بيلبس قناع كأنه شخص روحاني كأنه شخص فنان لأن الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة يبينوا مشاعرهم الحقيقية يعني حتى يشوف الشخص اللي قدامه أو الناس اللي معه هم حيعملوا إيه ونويين على إيه وبيكونوا يعني فيه ناس لعبت بهم لهذا هم بيكونوا خايفين فحب أقولك أنه الشخص ده هو حاسس أنه خرج من حاجة فيها خداع كأنه كان حاسس أنه فيه شيء فيه الخداع هو متهيأ له كده هو بيفكر بالشكل ده فممكن يكون يعني دماغه مثل أخبط أو فيه فوضى عنده في أفكاره لأنه مبين عندي أنه يعني الشخص هذا فيه عنده اكتئاب لأنه فيه ورقة عنده بتقوله لازم تخلي الأمور زي ما هي وبلاش يعني المصطلح يعني بلاش تحبك أكتر كذلك فيه ورقة إجيته بتقوله خد وقتك تفكر أنت عاوز إيه عشان تغتاح وتعمل صلاة ودعاء وتوصل للسلام الداخلي كذلك فيه كارت إجاه تاني بيقوله أنت لازم تفكر أنت عايز إيه وإمتى ولازم يكون متأكد من المشاعر ويكون صبور ويطلع من الحالة العزلة اللي هو فيها فمبين عندي أنه الشخص ده هذا هو شخص مكتئب شوي فهو طالع له نفس الورقة اللي طلع لك أنت يا برج الجرجاء أنه ياخد وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته مشان يحسن ياخد القرار المناسب فأنا اللي شايفها أنه أنت متباعد عنه أنت قاطع معاه والشخص ده في الوقت الحالي أنت متغاز منه كثير ومتدايق منه وزعلان عليه وبصراحة مبين عندي أنه أنت بدك تتخانق معاه لقبة كبيرة فالورقة بتقول أنه أنت زعلان منه كثير وبدك تدربه وتتخانق معاه تصرخ في وشه يعني فذلك جايك ورقة بتقولك حب نفسك أكتر لأنه مبين عندي أنه أنت ما بتحبش نفسك يعني كثير يعني بتدي الناس أكتر خصوصا لما بيكون عندك مشاكل يعني ما بتهتم بنفسك وبصحتك مضبوط لهيك الورقة بيسألك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي مشان المشاكل ما تؤثر عليك في الطالع والنازل طلع لي كمان يا برج الجوزاء أنه في عندك كف في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس وممكن أن في هذه الفترة هذه تكون أنت عم تخرج عم تأدي وقت منيح عم تضحك عم تطلع الأماكن ولكن أنا شايفك ولكن أنا شايفك في الكروت هذا أنه أنت في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء فمبين عندي أنه أنت والشخص ده روحانيين جدا يعني كأنه في بينكم شغلة يعني يعني بتجدبكم مع بعض برغم المسافات سواء حكيته مع بعض أو لا مبين عندي كأنه يعني في نجداب لألكون ولكن عندي وراء بتقول أنه أنت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص وعندك رغبة أنك تمشي تخانق أو تدربه أنا ما بعرف يعني الطاقة هذه يعني طاقة أنك بدك تخانق بدك تدرب بدك تترخ مع هذا الشخص فحاليا ممكن تكون أنك أنت بتكلم ناس تانيين يعني عشان تبين له أنه في ناس تانيين فيه طاقات والوراء بتقول لك أنت لازم تحافظ على طاقتك لأنه استعمال الطاقة في ما صارها الصحيح هو الشي اللي راح يخليك تحصل على الشي اللي بدك ياه لهذا عندي وراء بتقول لك أنت لازم تغير شوية من طريقتك لأنه أنا شايفك أنت لا تريد أن تتغير يعني مش عارف تتغير أو حتى مش عارف تتغير فأنت ماشي بنفس الطريقة واضح يا برج الجوزاء أنه عندي وراء بتقول أنه أنت مش يعني ما بتحب بنفسك بس مش بتحب بنفسك بالطريقة الصحيحة كذلك أنا شايفة أنه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية بحياته الروحية يعني عايش حياته كأنه عايش حياته وواضح عندي أنه الشخص هذا نسحب من هذه العلاقة كأنه شخص كان موجود واختفى يعني هيك مبين عندي هو الشخص دفي عنده رفض في الشغلة في هذه العلاقة فهو بفكر في علاقتكم في الأوقات في الكلام اللي كنت بتحكوه على السوشيال ميديا وهو حاسس أنه كأنه طلع من شغلة فيها خداع في العلاقة هذه وكأنه يعني بيقول الحمد لله أني خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه ألف شكر ده إحساسه الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ ممكن يكون غالط ولكن هذا إحساسه وفي الحقيقة عندي وراءة بتقول إنه هو بيفكر فيك وبحبك وهذه الشغلة اللي لا فتت نظري الشخص هذا بحبك بحبك كتير هو مختفي بس بحبك بس في حاجة جواه يعني مخوفه خايف إنه يقرب أنا مش عارفة الأسباب يعني أنتو أدرى فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط أوراقه مش عارف شو يعمل في الحلاقة هذه فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون أنت مستأوي القلب عليه قايز يعني أو حتى ممكن أنت بتتواصل معها روحيا أو جسديا فمخلي الشخص هذا مخضوط يعني خايف فعندي هنا إنه أنت غامض مش عايش تقوله إيه اللي بيحصل إيه اللي حاصل كذلك أنت متضايق جدا ومتغاز ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني متضايقها شخص هذا مخضوط منك وخايف كذلك الشخص هذا مبين عندي أنه رافض يبدأ معاك بداية جديدة وشايل من الماضي وزعلان جدا يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة هو شايف نفسه أنه خرق من علاقة كان فيها خداع كان فيها غموض وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة وباغي يركز في روحانياته أكثر وعاوز يدرسك وعاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفله يعمل حاجة يعني لهذا فهو محتاج إنه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه ففعلا هو تسحب من العلاقة يعني هو ما طلعش مرة واحدة هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى هو في الحقيقة ما طلعش تماما يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قافل معاك وما بيردش بصراحة انت شايف كأنه مديك وشي خشب عايز أشوف لك الشخص إذا إذا مخادع ولا لا استنوا وحقيقة الشخص ده هندي ورقه مش مخادع الشخص ده مش مخادع كأنه كان لبس ماسك قدامك لأنه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خايف منك مشتائق فيك كثير صار بناتكم شي هيك فأنا همحاول شوف إذا في حدا داخل بناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص منك أنت يا برج الجوزاء فعندي الورقة انه هو مش عايز ياخد خطوة عشان فيه ثلاث صيوف قدامه فقايز يعني فغالبا ويكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو إيه سواء هذا الشخص كان شخص أم الأسرة في حد واقف بينكم في حد داخل بناتكم في حقيقة طالع نازل هيك سفودني أي حد فيكم ففي الأغلب الطرف الثالث قيل من ناحيتك يا برج الجوزاء لأنه انت اللي محتاج تحب نفسك تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه فعندي هنا برج الدلو وبرج الأسد والعضراء والتور وبرج الحوت برج الأسد أو القوس واحد منهم فممكن تكون أبراج ثانية مش مبينة عندي لأنه أكثر شي مبين عندي طاقات مبين عندي طاقات فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة أنك حتمر بمرحلة انفصال أو مرحلة حتكون فيها متدايع فغالبا إيه اللي حيحصل أنتو اللي اتنين حتكونوا حسين بوحدة أو من ناحيتك أنت بالأكثر فالشخص دا كأنه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان زعلان ومتدايع فلو كنتو مش منفصيلين فممكن أنتو في الشهر دا ممكن أنكم مش هتتكلموا حيكون فيه شعور بالزعل والحزن بينكم انتو اللي اتنين وأنا شايفا أكثر أنه حيكون من ناحيتك أنت يا برج الجوزاء فأنا شايفاك يا برج الجوزاء أنك متراض وأخذها على صدرك ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ أنه أنت لازم تعمل تغييرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لأني شايفاك أنك مش ماشي بالطريقة المثلة وتحب نفسك بصحيح وحب أقول لك أنه الشخص دا ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة فأنا شايفا أنه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة برد النظر يعني الطرف الثالث هو مين فأنا طلع عندي برج الجوزاء إنه في طاقة جسدية فممكن إنه تكون إنّ حا بتضيع وقتك يمكن عشان تطلع من حالة الإكتسي أب اللي انت فيها لأني شايفاك حاسس بالوحدة والانعزال وفي طاقات جسدية ولكن بدون مشاعر فأنا شايفة أنه أنت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تأخذ قراراتك بنفسك وما تخليش المحيطين يأثروا على قرارك على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك فبين عندي يا برج الجوزاء أنه أنت حكيم في عندك حكمة يعني كأنك رجل عظيم أو امرأة عظيمة فما ينفعش أنه يكون طرف ثالث أنه هو اللي يدير حياتك يعني مش معقول دي النصيحة بتاعتك وده اللي واضح في الشهر ده أنه حيكون فيه تباعد وتباعد وفزعل يعني بصراحة يعني أنتو اللي اتنين في عندكم إحساس مشترك هو إحساس بالخسارة وبصراحة يا برج الجوزاء أنا بشوف يعني أنه الموضوع في إيدك أنت بصراحة حنشوف كروت النصيحة يا برج الجوزاء لأنه بشوف أنه الشخص هذا هو ما حبش يباعد عليك الشخص هذا ما بيحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في هذه الفترة هو بشوف في هذا الشهر هذا راح تظله متباعدين مع بعضكم يعني هو ما راح يعمل أي شيء راح يضل بفكر يعني هو حيبطل قاعد بيبص عليك برقبك وما غير يعمل حاجة يعني ما غير يدير حتى حاجة يعني مش حيعمل حاجة ومش حيطلعك من دماغه لأنه هو ليس عايزك أنا قلت لك في الأول أنه في براءة عندي واضحة أنه بيحبك أحبك أنت فهو غالبا حيختفي ولكن هو حيبص عليك على السوشال ميديا هو برقبك على السوشال ميديا برض النظر أنه بختفي وأنه أنت حاسس أنه يعني العلاقة انتهت وأنه هو خلاص شالك من حياته لا الشخص ده ما شارك من حياته الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد قنب وقاعد راح يضل عم برقبك في السوشال ميديا هيك فمبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة سولاتية هون واضح عندي في علاقة سولاتية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه بيتجوز كأنه في علاقة جوز ولكن بتحب حدا تاني ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى فرح شوف لك شو رح يصير مبين يا برج الجوزاء انه انت رح هون في هاي العلاقة الثلاتية اللي واضح عندي انه انت ضايع هاي العلاقة الثلاتية وما بين الشخصين وما بين الشخصين هدول تستنى اها 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 شو هاته اها بين الشخصين نشوف وانت عم تفكر كثير في هاي العلاقة الثلاتية والشخص الي انت بتحبه كمان بحبك عم يدعي الله يجمعكم يدعي الله يجمعكم بسعادة سوف نرى ما سيحدث اذا سيتحقق انا حبيت اتطرق لهذه العلاقة الثلاثية التي لديها في طاقة ترابية واضحة وطاقة نارية ونرى هذا الشخص يحبك ويدعي الله يجمعكم مع بعض ماشي اه استنى نرى ما سيتلعى بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذه يعني يعني يدعي الله وكأنه يائس ويدعي 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 كثير طالع عندي ويدعي ويدعي يجمع مع الحبيب ويدعي 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 راح تاخد قرارك بتختار الشخص اللي انت بتحبه او راح تضلك بهي العلاقة اللي انت فيها واللي كأنك حاسس انه علاقة جسدية فقط يا برج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الامور كلها بيدك بهاي العلاقة الثلاثية اللي انا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبدو يكون معك بس هو تقريبا يائس لانه بيشوف انه ما في امل هاي العلاقة يعني كأنه انت متزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش مرتاح وانت بتحبه رد النظر انا مش فاهمة يعني ليش يعني كيف يعني اشترقته عن بعض اكيد في ضرور المهم والنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقولك اختار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهتم بالناس اللي حواليك الاهل الاصدقاء وبتسمع هم عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شي لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه وشو الشي اللي حيسعدك لهذا بيقولك اختار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء وبيقولك كمان بالورقة انو رغبتك هي بايدك انت فربنا معاكم يا برج الجوزاء ودود ايه الموقف للتعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واشوفكم على خير والسلام عليكم